أهلا بكم. كحقل ورود نثرت فيه الألغام تبدو العلاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في أيار مايو 2018. اليوم تتهم إيران الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالوعود وبالعجز عن وقف الانتهاك الأمريكي للاتفاق وبعدم ترجمة موقف الاتحاد من البقاء في الاتفاق النووي. تأخر الترويكا الأوروبية المكونة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في إطلاق آلية دعم التبادل التجاري مع إيران المعروفة اختصارا بإنستكس. كان من أبرز عناصر التشكيك الإيراني بقدرة أوروبا على الوفاء بوعودها الاقتصادية لتهران على قاعدة عدم التأثر بالعقوبات الأمريكية. تأثير أنستكس حتى الآن ضئيل جدا ولسيما أنها من إجراءات الحد الأدنى التي يمكن لأوروبا اتخاذها. إضافة إلى أنه خلافا للمتوقع اقتصاديا ومنطقيا فإن الاتحاد الأوروبي حصل هذه الأدات المالية في مجالات الغذاء والدواء. علما أنه كان مقررا أن تكون شاملة ولسيما في مجال التبادل المصرفي. مع بداية عام 2019 صفرت الدول الأوروبية وارداتها النفطية من إيران. خطوة جاءت بعد انسحاب شركات أوروبية كبجو وتوتال. كانت قد بدأت استثمارات في إيران عقب الاتفاق النووي. لكنها ألغت العقودة مع إيران بعد تهديد واشنطن بعقوبات على كل ما يتعامل مع طهران في المجال النفطي. سبق ذلك أيضا توقف أوروبا في العام الماضي عن شراء كميات من الحديد والصلب كان متفقا عليها مع إيران. وفشل الاتحاد الأوروبي بإقناع الشركات الأوروبية بقدرته على حمايتها من العقوبات الأمريكية. إن تابعت استثماراتها في السوق الإيرانية. الموقف الأوروبي بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي يبدو نقطة القوة الوحيدة للاتحاد الأوروبي من دون ترجمتها عمليا. وهو ما يعزز وجهة نظر عبر عنها الهرم السياسي الإيراني بمختلف مستوياته. مفادها أن أوروبا عاجزة أمام الضغوط الأمريكية. وأن التعامل معها يجب أن يكون مبنيا على عدم الثقة. وأن إيران لن تنتظر أوروبا المتأخرة جدا في تطبيق وعودها.